شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إحدى الأشياء المهمة التي تتعلق بحياة كل واحد مننا هي قضية البواعث كل عمل إرادي نقوم به منذ أن نفتح عيوننا في الصباح وإلى أن نغلقها في المساء جميع هذه الأعمال الإرادية لابد أن يكون وراءها باعث ودافع ما هي هوية هذه البواعث هذه البواعث يمكن أن نصنفها إلى عدة مجموعات أولاً أن يكون الدافع القوة الغضبية ثانياً أن يكون الدافع القوة الشهوية لعل أغلب الأعمال الإرادية التي يقوم بها معظم البشر تنبعث من أحد هذين البواعثين النوع الثالث أن يكون الباعث القوة الوهمية القوة الوهمية عبارة عن اعتبارات لا واقع لها في الخارج مثل قضية الملكية قضية الملكية هذه تمثل اعتباراً قضية الحاكمية وقضية المحكومية هذه تمثل اعتباراً والباعث وراء ذلك الحركة نحو التملك الحركة نحو الحكم هو القوة الوهمية على تفصيل ذكره علماء الأخلاق هذا هو النوع الثالث النوع الرابع أن يكون الباعث القوة العقلية والنوع الأخير أن يكون الباعث القوة الإلهية أن يكون الباعث باعثاً إلهياً التمييز بين هذين النوعين الأخيرين ربما يختلط على الفرد في كثير من الأحيان وهذه قضية دقيقة وقضية مهمة العام حفظه الله كان يمثل بهذا المثال وهو مثال لطيف أحياناً واحد تكون أخلاقه طيب أخلاقه مع المجتمع أخلاقه في البيت ولكن ما هو الباعث لماذا؟ هذه قضية مهمة ربما يكون الباعث وراء ذلك أن هذا الفرد أن هذا الرجل أو أن هذه المرأة لا تريد مشكلات في حياتها عندنا حديث لطيف يقول من ساء خلقه عذب نفسه الذي يحترق بنار الأخلاق السيئة الفرد ذاته هذا أول من يحترق بهذه النار يرى أن الأخلاق الطيبة تؤمن الدنياه ويعيش في راحة لماذا الرجل يداري زوجته؟ لأنه عند مقام اجتماعي عند سمعة اجتماعية عند جاه في المجتمع إذا حدثت هناك مشكلة في البيت سمعته في المجتمع تتلوث هنا في الواقع هذا الفرد طبعا هذا العمل عمل جيد أنه واحد يحاول أن تكون دنياه جيد ألا يعيش المشكلات هذا شيء جيد ولكن هل هذا الفرد يمكن أن يكون في يوم القيامة يطالب المثوبة من الله تعالى الله تعالى يقول أنت بأعمالك أردت الدنيا أردت أن تعيش حياة مرفهة وعشت هذه الحياة بعد ماذا يطلب من الله سبحانه وتعالى حاتم الطائي ينقل عنه أنه كانت له زوجة وكانت هذه الزوجة تنتقده في كرمه ينقل عنه أنه كان يقول لزوجته أماوي زوجته كان يقال لها ماوية أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر إذا حقيقة كان هذا هو الباعث لحاتم أن يشتهر في المجتمع أن يذكر في المجتمع فهل يستحق على الله سبحانه وتعالى شيئا نحن ينبغي علينا أن نحاول في كل عمل نقوم به أن نبحث في دافع ذلك العمل وفي باعث ذلك العمل ونحاول أن نجعل هذا العمل متمحضا لله سبحانه وتعالى هناك حديثان مرويان الحديث الأول ينقله المحدث القمي رحمة الله عليه في سفينة البحار يقول مضمون الحديث إن الملائكة لتصعد بعمل العبد المؤمن وهذا العمل يخرق جميع الحجب حتى يقوم الملائكة بين يدي الله تعالى ويقول الملائكة لله تعالى عبدك فلان عمل كذا من الأعمال الصالحة ولعل هم مبتهجون بذلك فيقول الله تعالى لهؤلاء الملائكة أنتم حفظتي ولكن لا تعلمون دخيلة نفسه ما إياي أراد بهذا العمل هذا هدف شيء آخر هذا هدف أن يمدح في المجتمع هدف الدنيا ثم يقول الله سبحانه وتعالى عليه لعنتي الله تعالى يلعن هذا الفرد فتقول الملائكة عليه لعنتك ولعنتنا هذه الرواية الأولى الرواية الثانية أيضا ينقلها المحدث القمي رحمة الله عليه في سفينة البحار عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله النبي يقول لأبي ذر طبعا الحديث لعله واحد أول ما يقرأ هذا الحديث لعله لا يستوعبه الحديث ولكن الحديث يظهر معناه عند التأمل النبي صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه الفقه يعني الفهم الرجل الفقيه يعني الفاهم من هو الفقيه لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله كالأباعر يعني كلام الناس لا يكون ملاك للمؤمن الناس مدحوح لا يحتمو بذلك الناس ذموح لا يحتمو بذلك الناس فهموا ما يحتم لم يفهموا لا يحتمو بذلك الآن انتو هذا النامل الذي يوجد في البيت إذا علم هذا النامل فرضا أنكم علم عملتم العمل الفلاني هل تفرحون بذلك لا إذا لم يعلم بذلك هل تحزنون لذلك لا علم النامل وعدم علم لا يؤثر فيكم لا إجابا ولا سلبا الفقيح كل الفقيح هو المؤمن الذي لا يرى للناس يعني لعلم الناس في قبال الله تعالى قيمة الناس علموا أو لم يعلموا مدحوا أو لم يمدحوا ذموا أو لم يذموا لأن في الواقع المؤمن طرف معاملته والله تعالى فقط الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لولديه صلوات الله عليهما وعملا للآجر يعني فقط نظركم يكون إلى ثواب الله سبحانه وتعالى ينقل أن أحد العلماء ألف كتاب وتعب كثيرا لتأليف هذا الكتاب المؤلفون يعرفون علاقة المؤلف بكتابه بتأليفه ربما يحب كتابه كما يحب أولاده هذه العلاقة عنده وبعد أن أتم الكتاب جاء هناك فرد وأخذ هذا الكتاب ولم يعده إلى مؤلفه وبقي الكتاب عنده فترة طويلة عند ذاك الرجل الذي أخذ الكتاب بعد فترة هذا العالم وجد كتابه مطبوعا ولكن باسم ذلك الشخص الآخر إحنا الآن إذا نعمل عمل نقوم بمشروع نحب أن نمدح في الآية الكريمة أكو أعجب من ذلك ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا هذه حالة موجودة في المجتمع واحد يقول نعم أنا كنت شريك في هذا العمل وليس بشريك في ذلك واحد يحب يحمد يمدح يعرف فوجد هذا الكتاب إحنا إذا بنينا مسجد ثم رأينا اسم واحد ثاني مكتوب على ذلك المسجد ماذا تكون حالتنا جاء هذا العالم إلى بيت ذلك الرجل وطرق الباب وقال له إني ألفت هذا الكتاب لينتفع به الناس وقد طبعت هذا الكتاب هذا الكتاب إلى مجلد ثاني خذ هذا الكتاب واطبعه باسمك لاحظوا هذه الحالة هذه الحالة حالة أن يكون المؤمن نظره ثواب الله تعالى فقط في الآية الكريمة الله تعالى يقول وإن تخفوه وتأتوها وتأتوها الفقراء فهو خير لكم واحد يحاول أن تكون أعماله في الخفاء صدقاته تكون في الخفاء أعماله الخيرية تكون في الخفاء هذه كلها تكون ذخيرة له عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسنج أسنج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالك فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات